إنتا ليه بتعمل كده؟ آآ مش عارف بحب بحب اللي أنا بعمله آآ يعني حارك حارك قبل قبل ما نوعد اللي قادي حارك نجمة كبيرة آآ وإستاذة السينما ومسرح آآ حارك عارفة يعني ممثل آآ ممثل مجموعة التفاصيل أنا بشوف طبعا في مرحلة أنا تعلمت فيها اللي أنا بعمله بس في مرحلة كنت بعملها قلب جامد آآ على الله وكله على الله طبعا يعني طبعا لغاية ما خدت اللايسنز وأشتغلت يعني خدت الحاجة زي رخصة أنا نعمل الكلام ده قصة لي فيل بقى خدتها فيه؟ آآ كيبتان جنوب أفريقيا روحت عملت كورس يعني آآ روحت مع أندرو مكنزي هناك وآآ فيه راجل الجاد فاظر بتاع الستان بيزنس راجل اسمه مو آآ ده يعني الجاد فاظر بتاع الستان بيزنس في العالم طب استن أندرو مكنزي ده اللي كان معكو تعرفته عليه في أفريكانو آآ اللي كان معانا في أفريكانو كان راجل اسمه أنتوني ستون آآ كان أندرو مكنزي ساعتها ده كان الاسيستم بتاعه آآ وأنا كان شرط يعني أنا كنت بشتغل هنا برجالتنا المصريين وما زلنا آآ الغاية ما أندرو ده جاي وبيتقوله هتيجي لوحدك آآ أنا نفسي تعلم لنا كرو آآ يبعندنا كرو مصر صح الغاية ما بقى طبعا إحنا عندنا أسادزة في الميهنة من زمان عم نطوخ يوها والآخر بس طبعا كان نايسنا شوية إمكانيات فلما جه أندرو وجبنا الإمكانيات بعندنا كرو دلوقتي الجاد فاثر بتاعهم طبعا عم نطوخ الله دي والصحة طبعا بإبراهيم بالطاقمة بتاعنا وفي ناس كتير موجودين كلهم تلامزة الراجل ده وفي عمر مالجايفر عندنا كرو مصري يشتغل عمر مالجايفر ده علامي آآ عمر ده من أولادي طبعا من أولادي أيوة يعني عمر فيه عندنا مجموعة كبيرة وفيه شباب مصريين دلوقتي ما عندهم كرو هات استانت استانت بيزنس أيوة بس أنت وقتها مثلا ما كنتش شايف إنه حتى الممثلين اللي معاكوا في أفريكانو دول متأمن عليهم هناك في بلادهم لا هناك أمن علينا هناك حاليا كان أول مرة يتأمن عليها هناك كنا بقى في المرحلة اللي بعديها في تيتو يعني دي قصة تانية اتأمن عليك هنا في مصر آآ عشان ناخد تصريح عشان كبري أصر النيل طيب التأمين ده بيبقى عامل إزاي أصلاً عملتش تأمينات كده أنا ما قالولي يعني تأمين بس أنا ما عرفش إيه قصة بس لازم ولا أنت عارف أي حاجة ولا عرف حاجة خالص أنا ما عرفش بس ولازم طبعاً أي ممثل بيعمل يقولك بيعمل his own instant ده فلوس كتير يعني لو جراله حاجة الناس اللي وراء طبعاً لازم بيتأمن عليه يعني طبعاً يعني العمار بهايد الله وكل حاجة لا أعتقد أنه كمان فيه قانون يا أحمد أنه لا مش هتعمل كده لا مش هتعمل كده دي في مراحل معينة بعد ما بتمر بتستاد كتير كشف طبي وحاجات كده أنا بشوفها عشان أرجع لكنامي لحضراتك أنا بشوفها أن أنا كان ممثل هلعب شخصية معينة الشخصية دي من ضمن تفاصيلها مثلاً بيأكل إزاي بيشرب إزاي بيجري إزاي بيضحك إزاي أنا بتعامل معاً أنا جزء مهم تفاصيل مش أنا راجل مختل عقلياً ولا راجل بشوقف ما فيهاش آه لأنه ما فيهاش لأنه أنا الحادس اللي حصلتي في حياتي أنا كنت وعف ما أقولوش حاجة أما جيت لك أنا المستشفى بصراحة كان فيه خوف شديد أنه بعد الشر يعني يا ربي بعد الشر الحمد لله الحمد لله ده كان في الجزيرة ده كان في الجزيرة ده كان في الجزيرة الجزيرة أولاني بس هي حاجة يعني قدر بحثي يعني مش عند منك يعني لا لا خلق أنا قدت واقف آه واقف على جنب ما أعملش حاجة يعني لما ما عملش حاجة ده همل طب في مافيا أنت خلصنا إحنا عملنا كل الشغل بتاع مافيا ده طبعا مافيا برضو فيلم من مافيا لا مافيا بقى اللي كان بتاع التكنيك اللي حصل آه